السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبابي طلاب الصف الرابع لابتدائي يلا بينا سنة رابعة ندخل مع بعض دلوقتي في الدرس الخامس بالوحدة الستة وهو درس المضاعفات المشتركة كنا اتكلمنا في الدروس اللي فاتت يا سنة رابعة عن ايه اتكلمنا عن العوامل وكلمنا عن العوامل المشتركة وكلمنا عن عين ميم الف النهاردة بقى هنتكلم في درسنا ان شاء الله عن المضاعفات المشتركة يعني ايه كلمة المضاعفات يا سنة رابعة عاوزين نفهم رياضة مش نحفظ رياضة كلمة مضاعفات يعني جاية من كلمة يضاعف يضاعف يعني بيزود فالمضاعفة معناها التزويد بنفس المقدار يعني ايه يعنينا لو عندي مثلا عدد اتنين الاتنين ده لو انا عايزة انضاعفه فانا هزوده بنفس مقداره يعني اتنين هزود لها اتنين كمان هتبقى اربعة يبقى الاربعة من مضاعفات الاتنين الاربعة هزود لها اتنين كمان هتبقى ستة فهتبقى برضو من مضاعفات العدد اتنين يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه المضاعفات المضاعفة يعنينا بزود العدد بنفس مقداره طيب بيقولي بقى هنا احنا لو عايزين نجيب المضاعفات المشتركة بين عددين مع بعض احنا فهمنا خلاص ازاي نجيب مضاعفات لكل عدد ان احنا بنزوده هو هو ايه كل شوية طيب دلوقتي بقى ازاي نجيب المضاعفات المشتركة بين عددين مع بعض بيقوليني هنا ان احنا ممكن نجيب المضاعفات المشتركة بطريقتين يا سنة ربعة اول طريقة وهي طريقة استخدام خط الاعداد طيب تاني طريقة ايه يا ميس باستخدام مضاعفات العدد يبا احنا عندنا طريقتين اول طريقة باستخدام خط الاعداد تاني طريقة باستخدام مضاعفات الايه العدد طيب تعالوا نشرح طريقة طريقة مع بعض كده بالراحة عشان نفهمها بيقول لنا هنا ان احنا ممكن نجيب المضاعفات المشتركة للعددين اتنين وثلاثة بطريقتين زي ما قلنا تعالوا ناخد مع بعض اول طريقة يا سنة ربعة بيقول لنا هنا ان احنا ممكن نجيب المضاعفات المشتركة للعددين اتنين وثلاثة مع بعض بطريقة خط الاعداد تعالوا نشوفوا ازاي نجيبها بطريقة خط الاعداد اول حر طبعا هنعملها ان احنا هنروح نرسم خط اعداد بالشكل ده كده وطبعا هنوزع عليه الارقام من اول للسفر من الشمال وانت ماشي بقى كده صفر واحد اتنين تلاتة اربعة ايه لحد ما تقدر بقى كده ممكن لحد مثلا تلاتين دلوقتي بقى هنعمل ايه دلوقتي بقى بيقولك احنا هنحدد مرة عليه مضاعفات العدد اتنين ومرة هنحدد عليه مضاعفات اخرى للعدد تلاتة يعني ايه الكلام ده يعني انا مثلا عايز مضاعفات الاتنين يبقى احنا هنبدأ هنا بالاي بالسفر وعندنا هنا طبعا هنروح لمين الاول للاتنين تمام بعد كده من الاتنين هنروح على الاربعة يبقى دي مضاعفات الاتنين ايه ومن الاربعة هنروح على مين على الستة ومن الستة هنروح على مين على التمانية ومن التمانية هنروح على مين هنروح على عشرة طيب عندي بقى دلوقتي بيقولك بعد ما نخلص كل الخط بالصورة دي تعال لي بقى على مضاعفات التلاتة واعمل نفس الموضوع يعني هنروح مضاعفات ال三 من اول السفر اهو هنروح ال lagi هنا على ايه على الثلاثة على طول ومن الثلاثة على ايه على الستة ومن الستة على ايه على التسعة طب ايه المخزة بقى من الموضوع ده في سنة ربعة بصوا معايا بقى عندنا هنا في سنة ربعة بيقولك ان العدد اللي هيقع على خط الاعداد السهمين كده بتوع العدادين يروعوا عليه وبقى ده كده اسمه مضاعف مشترك مضاعف ايه مشترك يعني خلي بقى لك احنا عندنا هنا دي اتنين ودي تلاتة هنا دي اربعة وعندنا هنا دي ستة هما اللي اتنين اشتركوا في الستة واخد بالك اهو الساهمين واقعوا هما الاتنين على الستة يبقى الستة دي مضاعف مشترك لايه للاتنين والتلاتة مع بعض وكمان مين وكمان هنا الاثناشر وكمان هنا عندنا التمنتاشر وكمان عندنا الاربعة وعشرين وهنا كمان الاتنين وتلاتين اهو في كل رقم الساهمين بيققوا على الرقم يبقى معنا كده ان ده مضاعف مشترك يبا احنا قلنا هنا هنحدد الاعداد اللي ظهرت معا عند الرفض بمقدار اتنين وثلاثة هلا ايه هزي ما قلنا ايه ستة واثناشر وثمانتاشر واربعة وعشرين وثلاثين وبالتالي يا سنة ربعة فان المضاعفات المشتركة اللي عددين اتنين وثلاثة معا هتبقى دي طيب خلي بالك وان احنا ممكن نعمل طريقة ايه ظريفة برضو كده نعرف منها مضاعفات عددين مشتركين من غير ما نروح نرسم خط العدد خالص غير الطريقة دي لو انت ايه محتاج كده ايه تخلص حر سريعة يعني ازاي اميس هتدير عن طريق ان احنا هروح نضرب اتنين في تلاتة تمام كده روح اضرب اتنين في تلاتة اتنين في تلاتة بكام بستة روح بقى هتلي مضاعفات العدد ستة بس كده يبقى عندنا هنا لو انا عايزة اجيب مضاعفات مشترك العددين اضرب العددين في بعض وهات مضاعفات الناتر طيب عندنا بقى فيه طريقة تانية هناخدها مع بعض ايه هي عندنا باستخدام مضاعفات العدد باستخدام مضاعفات الايه العدد يعني ايه باستخدام مضاعفات العدد يعني انت كده زي الشاطر هتروح تجيب مضاعفات العدد اتنين اللي وحدها ومضاعفات التلاتة الوحدها بنفس الطريقة الايه اللي احنا عنا في البداية خالص اه مضاعفات العدد اتنين هي 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 وهكذا مضاعفات العدد 3 هي 3, 6, 9, 12 15, 18, 21 وهكذا تمام كده بعد كده روح نحدد المضاعفات المشتركة بين العددين 2 و 3 يعني الضابر كده والله لقيت هنا 6 وهنا 6 يبقى احنا معانا هنا 6 والله لقيت هنا 12 وهنا 12 يبقى احنا معانا هنا 12 معانا هنا والله 18 وتمنتاشر يبقى احنا معانا هنا ايه 18 تمام كده وبالتالي فان المضاعفات المشتركة للعددين اتنين وثلاثة معا هتبقى طبعا اللي احنا قلنا عليها ستة اتناشر تونتاشر اربعة وعشرين تلاتين ستة وتلاتين الى مالة نهاية طيب عندنا هنا ايه الملاحظة دي مهمة جدا اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها وهي ايه وهي ان حاصل ضرب اي عددين هو احد المضاعفات المشتركة للعددين نقول تاني ان حاصل ضرب اي عددين هو احد المضاعفات المشتركة العددين زي ما قلنا بالزبط كده ايه من شوية قلنا اتنين في تلاتة اتنين في تلاتة بستة يبقى الستة ده ايه مضاعف مشترك للاتنين والتلاتة مع بعض وهو مضاعف قلنا للتلاتة ومضاعف للاتنين في نفس الوقت كمثال برضو هنا عندنا الخمسة وتلاتين هو احد المضاعفات المشتركة للعددين خمسة وسبعة مع بعض تمام كده ليه لان خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين فبالتالي الخمسة وتلاتين هي مضاعف للعدد سبعة وفي نفس الوقت الخمسة وثلاثين هي مضاعف للعدد ايه خمسة. طيب يا سنة ربعة. تعالوا نحل التمرين ده مع بعض عشان نتأكد من فهمنا للدرس. بيقول لنا هنا اوجد مضاعفا مشتركا واحدا لكل مما يأتي. عايز من هنا مضاعف مشترك واحد بس يا سنة ربعة. يبقى يا ترى ايه اسهل طريقة نحل بها التمرين ده. بصوا معي تيدا يا سنة ربعة. مش احنا لسه قيلين ملحوظة هنا ان حاصل ضرب العددين بيبقى مضاعف مشترك ليهم حلو. يعني انا ممكن نروح ندرب العددين في بعض. ويبقى هو ده المضاعف المشترك. يعني ويبقى هو ده المضاعف المشترك. يبقى انا ممكن نقول له هنا ستة في اربعة بيسوي اربعة وعشرين. تمام كده? يبقى المضاعف المشترك هو ايه? هو اربعة وعشرين. طيب هنا تلاتة وسبعة. ممكن نقول له تلاتة في سبعة بيسوي واحد وعشرين يبقى هو ايه? هو واحد وعشرين. وعلى فكرة فيه بتير مشترك. بس انا بقولك على اسهل طريقة تروح تجيب بيها مضاعف مشترك واحد بس. يبقى لو طلب منك واحد بس يروح ادرب العددين في بعض ايه? على طول. عندين هنا مثلا العشرة والعشرين يبقى عشرة في عشرين بيفاوي متين. يبقى عندي مضاعف مشترك هنا هو الايه? هو المتين. وطبعا هنا ينفع ان قولي المضاعف المشترك هنا العشرين. لان هنا العدد عشرين هو مضاعف للعشر اقول ايه? ومضاعف لنفسه في نفس الوقت. تمام كده يا سنة ربعة? يلا بينا بقى يا سنة ربعة نحل السؤال ده مع بعض عشان نتأكد من فهمنا للدرس. بيقول لنا هنا اوجد المضاعفات المشتركة لعددين اربعة وخمسة. هنعمل ايه هنا يا سنة ربعة اول حاجة? هروح نجيب مضاعفات العدد اربعة لوحدها الاول. تمام? مضاعفات الاربعة. ايه هي بقى مضاعفات الاربعة? طبعا هنبدأ هنا باربعة وهنزوي كل مرة اربعة زي ما احنا عارفين. يبقى اربعة تمانية اتناشر. اللي هو جديد اول ضرب الاربعة يعني معنى اصح. ستاشر عشرين اربعة وعشرين. تمام كده? تمانية وعشرين. يكفي زلك يعني. عندنا بعد كده مضاعفات. العدد خمسة. هنقول له هنا ايه? خمسة عشرة كل مرة نزوي خمسة? خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين. تمام كده? طيب يا طريق ايه بقى المضاعفات المشتركة? هقول له هنا بقى كده? المضاعفات المشتركة. هي ايه معانا هنا ايه? طبعا هنلاقي ان احنا هنا الرقم الوحيد المشتركين في دلوقتي هو العشرين يا سنة ربعة. يبقى المضاعفات المشتركة هنا ايه? عشرين. ودي كده اسهل طريقة ممكن نجيب بيها المضاعفات المشتركة. تمام كده يا سنة ربعة? وبكده نكون احنا خلصنا درسنا النهاردة. استنوا ان شاء الله في دروسي جاي ينكمل منهج الرياضيات مع بعض. وكانت معكم ميس هدير بهناسي من قناة بديل الدرس. اشتركوا في القناة